من الذين في الأندلس 1727 ميلادية كان عدد أعضاءها 28 عضو في محاكمات أجريت لهم في 10 أكتوبر من عام 1727 وصودرت أموالهم وممتلكاتهم ويعني ظلت المسألة بهذا الضغط الشديد وظلت الإشارات إلى وجود عرب ومسلمين متشبتين بدينهم ظلت إلى آخر تقرير بعثت به محاكم التفتيش إلى كارلوس الثالث في عام 1769 ميلادية لاحظوا عندما نتحدث عن هذا الفرق الهائل لاحظوا كيف كان المسلمون وقد سيطروا على الأندلس 800 سنة لم يحولوا نصراني واحد بالإجبار إلى دينهم ولم يمنعوا نصراني واحد من ممارسة عقيدته ولم تحرق كنيسة واحدة ولم يحرق إنجيل واحد انظروا الفرق في التعامل سمح لهم بملابسهم وسمح لهم بلغتهم وسمح لهم بمحاكمهم وبزواجهم على طريقتهم حتى بصلبانهم سمح قارنوا الفرق كيف عاملونا وكيف عاملناهم تذكروا يا إخواني تذكروا يا أخواتي أن التاريخ يعيد نفسه بعدما استعرضنا مراحل التاريخ الإسلامي في الأندلس لو رجعنا إلى بدايته لو وجدنا أن فتح الأندلس ما كان حدثا سياسيا فقط أو فتحا عسكريا وانتصارا عسكريا وحسب بل كان حدثا حضاريا لأنه من الأندلس استيقظت أوروبا من الأندلس أخذت أوروبا العلم كان أهل أوروبا يتفاخرون بإرسال أبنائهم إلى جامعات قرطبة وغرناطة وطليطلة وإشبيليا من هناك تعلمت أوروبا العلم ومن هناك بدأت الصحوة الحضارية التي أيقظت أوروبا من القرون الوسطى لما تمسك المسلمون بدينهم بإسلامهم جاءت الحضارة للبشرية جمعاء حتى الحضارة الأوروبية هذه النهضة الحضارية المادية الأوروبية الغربية التي نراها اليوم أصلها في الحقيقة إنما هو من المسلمين الذين كانوا في الأندلس رغم هذا الصراع الطويل الذي رأيناه في أرض الأندلس رأيناه كيف كان إنتاج المسلمين العلمي والثقافي والحضاري كيف كان ضخما عظيما في أرض الأندلس كيف كان النصارى يشتكون من غلبة المسلمين وعز المسلمين تأتي في كتب النصارى التي كتبت في ذلك الوقت وأرخ لها المؤرخون أن الكبارهم كانوا يشتكون من حرص أبناء الأوروبيين على تعلم اللغة العربية لأنها لغة المنتصرين لغة العلم لغة الحضارة وفي أحد الكتب أحد القساوسة في ذلك الوقت في وقت عز المسلمين في الأندلس كان يشتكي وكان يتألم كيف أن الأوروبيين يتفاخرون باللباس العربي كان الواحد منهم إذا أراد أن يظهر يعني تقدمه يلبس اللباس العربي قارنوا ذلك اليوم قارنوا ذلك اليوم بهذا اليوم الذي نحن فيه كيف انقلبت الآية كيف انتصروا وغلبنا عندما تخلينا عن هذا المنهج العظيم كيف صار المسلمون اليوم هم الذين يحرصون على اللباس الأوروبي هم الذين يحرصون على أن يتحدث بالإنجليزية حتى في الخطاب فيما بينهم هم الذين صاروا يبحثون عن أي تقليد أو موضة غربية حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم نعم من شأن المغلوب أن يتبع الغالب لكن الفرق لما انتصرنا صنعنا حضارة وأقمنا عدلا بين البشر واحترمنا الأديان وحقوق الإنسان ولما انتصروا تشهد لهم محاكم التفتيش تشهد لهم بالسبة التي تركوها في جميل الزمان انظروا الفرق الهالي في التعامل لما نتكلم نحن عن الإسلام وتسامح الإسلام وعظمة الإسلام لن تجد مثالا أوضح من تاريخ الإسلام في الأندلس والمقارنة مع ما صنعه النصارى عندما سيضروا على المسلمين وأمر آخر مهم انظروا لما استعرضنا تاريخ الأندلس انظروا متى بدأ الضحف الحقيقي متى بدأت الزعزع الحقيقية للمسلمين في الأندلس بدأت رغم أنه كانت هناك حرافات كثيرة طويلة قبل ذلك لكن بدأت الزعزع الحقيقية عندما نشأت دويلات الطوائف عندما حدثت الفرقة عندها تزعزع الإسلام في الأندلس الوحدة إخواني وأخواتي هي سبب القوة التفرق لا يؤدي إلا إلى الضحف وإلى الهزيمة عندما كان المسلمون متوحدين هزوا أركان أوروبا وعندما تفرقوا وجاء النصارى وتوحدوا سيطروا على الأندلس وأخضعوا المسلمين الوحدة والالتزام بمنهج الإسلام وقوة الجهاد عناصر ثلاث مرة أخرى الإيمان والأخوة والوحدة والسيف والسلاح هذه عناصر القوة في أي أمة هذه طريق العودة إلى النهضة من جديد لا تنهض أمة إلا بعناصر الإيمان والعلم من ناحية والوحدة والأخوة من ناحية والسلاح والساعد من ناحية هذه منهجية الحضارة من جديد طريق العودة للأندلس ما زال مفتوح باب الدعوة مفتوح هناك أسمان اليوم يبحثون عن أصولهم في غرناطة هناك عوائل مسلمة اليوم تنشر الإسلام هناك منظمات إسلامية هناك دول إسلامية تساهم في نشر الإسلام في الأندلس مسؤولية المسلمين في إعادة هذا البلد العظيم هذا البلد الإسلامي يجب أن لا ننسى أن هذا البلد من بلاد الإسلام مهما تقادم الزمان فلا يسقط من تاريخنا ولا يسقط من أمتنا واجب المسلمين له عظيم في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى الإسلام بالحسنة بالإقناع هذه أسلحة هذا الزمان في حديث الناس بما يناسب عقولهم باختيار اللهجات والمنطق والنقاط والترتيب الذي يتناسب مع عقلية هذا الزمان لا نقول إخواني وأخواتي أنها نهاية الإسلام في الأندلس نعم نحن نبكي عليها نعم نحن نتألم على هذا المجد العظيم الذي ضاع وهذا الدل العظيم الذي حل بالمسلمين على هذه الفترة المريرة من تاريخ المسلمين هناك نعم نحن نبكي لكننا لا نبكي كبكاء غيرنا يبكي على الأمجاد ويجلس لا يفعل شيئاً فليكن بكاؤنا بكاء من يحركه البكاء للعمل من يحركه البكاء لأن يصنع للأمة حضارة ونهضة من جديد واسمحوا لي إخواني وأخواتي اسمحوا لي أن أختم هذه الدروس بقصيدة لا يمكن لا يمكن أن يذكر تاريخ للأندلس دون ذكر هذه القصيدة التي أصبحت على كل لسان وصار فيها إحياء لنفوسنا لنعيد مجد الأندلس من جديد نونية أبي البقاء الردي رحمه الله تعالى لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرى بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نمت مشرفيات وقرصان أين الملوك؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيب واسنانه؟ كأن حلم إنسان نائم هذه التاريخ العظيم الذي للبشرية كأنه حلم يمر هكذا بالطيف دار الزمان دار الزمان على دار وقاتله وأما كسرى فما آواه إيوان كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان عليه السلام فجائع الزهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان يعني المصائب أنواع وأشكال وكل مصيبة يأتي شيء يخلي الإنسان ينسى يأتي بعد الأيام الحزن أيام سرور لكن الذي حل في الإسلام بالأندلس ما جاء بعده ما يجعلنا نسر ده الجزيرة أمر الجزيرة جزيرة الأندلس يعني اللي هي شبه الجزيرة ده الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهدث أهلان أصابها العين أصابها العين في الإسلام فارتزأت حتى خلت معه أقطار وبلدان فاسأل ما شأن مرسيتي وأين شاطبة أم أين جيان وأين قرطبة وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سمى له فيها الشان وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وملآن كان يطلقون على بعض مدن الأندلس أسماء حمص وحلب لأنهم كانوا مرتبطين بالشام قواعد كن أركان البلاد سمى عسى البقاء إذا لم تطق أركان إذا ذهبت الأركان